مرحبا بكم في صف الرسم للأمهات موضوع اليوم هو عن الفسيفساء هل سمعت من قبل عن كلمة الفسيفساء؟ تشير الفسيفساء إلى أخذ قطع صغيرة من المواد مثل الرخام والزجاج والورق وربطها بالأرضية أو الجدار أو صقف المبنى لإكمال صورة واحدة اليوم تستخدم تقنية الفسيفساء هذه على نطاق واسع في فن العمارات والديكورات الداخلية وغير ذلك سأريكم الآن بعض الصور لكيفية استخدام الفسيفساء بالفعل هذا عمل الفسيفساء من الطراز البيزنطي استخدم في العصور الوسطى تعرف الفترة التي تبلغ حوالي ألف عام من حوالي 476 إلى 1453 بأنها العصور الوسطى قد لا يكون لديك دليل ذلك منذ متى كان ذلك؟ ببساطة يمكنك التفكير في الأمر على أنه منذ حوالي 1500 عام من الآن أعتقد أنه من المدهش جدا أن يكون هذا الفن جميل قد تم تطويره بالفعل في أوروبا في ذلك الوقت إذا نظرت عن كسب إلى الصورتين يمكنك أن ترى أن المربعات ذات الحجم نفسه تقريبا ومرتبة بانتظام أليس كذلك؟ هذه تسمى الفسيفساء هذه هي آية صوفيا كتدرائية في إسطنبول بتركيا تم بناؤها كتدرائية أرتدوكسية شرقية خلال فترة الإمبراطورية الرومانية الشرقية ولكن الآن معظم الفنانون والفنون الجميلة داخل الكتدرائية مغطات بالخيام البيضاء لأنه يستخدم الآن كمسجد إسلامي أحضرت قطعتين فنيتين داخل كتدرائية آية صوفيا في كل صورتين الشخص الذي في المنتصف هو يسوع تظهر الصورة أدنى بعض الجس المتبقي الذي لم يتم ترميمه بعد عندما تم استخدام الكتدرائية كمسجد مريم العذراء على اليسار ويحنى المعمدان على اليمين من المؤسف أننا لا نستطيع رؤيته عن قرب لكن إذا نظرت عن كسب فهما من الفسيفساء ليس فقط هذين ولكن داخل الكتدرائية يمكنك رؤية الكثير من فن الفسيفساء هذه هي كتدرائية سان فيتالي في إيطاليا تم بناء هذه الكتدرائية أيضا في العصور الوسطى وهي أيضا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو الصورة أدنى عبارة عن قطعة فنية داخل الكتدرائية وهي أيضا فسيفساء إذا نظرت عن كسب يمكنك رؤية القطع الصغيرة ولكن إذا نظرت إليها من مسافة كهذه لا يمكن رؤية القطع الفردية الصغيرة على الإطلاق ولكن كصورة واحدة وكاملة هذه هي سما من سماة الفسيفساء توضح هذه عملية إنشاء الفسيفساء يمكنك أن ترى أن اليد تربط مربعات صغيرة أليس كذلك؟ سيكون من الأسهل والأسرع إكماله إذا رسم الصورة فقط ولكن لماذا يستغرق وقتا طويلا للقيام بعمل الشاق والطويل؟ لا يمكنني إعطاء إجابة دقيقة لكنني أعتقد أن الفن هو عملية تفكير إبداعي باستمرار والتعبير عنه بشكل خلاق وإبداعي يمكنك أيضا أن تفكر بأن العديد من الفنانين باستمرار يبحثون عن أشياء جديدة ويدرسون تقنيات التعبير الجديدة هكذا نتعرف على الفسيفساء اليوم من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات الفنية هناك تقنيات فنية يمكن إكمالها بسهولة وسرعة ولكن هناك أيضا تقنيات فنية يتم إكمالها بعناية شديدة على الرغم من أنها تستغرق وقتا طويل هذا العمل الفني عبارة عن فسيفساء أيضا ولكن ما هي المواد المستخدمة في رأيك؟ لست متأكدا من مجرد النظر إلى الوجه لكن يمكنني أن أرى أنه خشب من خلال النظر إلى المواد الموجودة حول الوجه صنع الشخص ما وجها بشريا عن طريق قطع كبيرة من الخشب إلى قطع صغيرة ثم ربطها معا أنا متأكدة من أن ذلك لم يكن سهلا لكنه يبدو مزهلا في النهاية إذا نظرت إلى هذه القطع هي أيضا عمل فني مزهل تم إنشاؤه عن طريق قص ولصق قطع من الخشب لإكمال وجه الشخص وخلفيته رائعة إذا نظرت عن كسب إلى الوجه يمكنك أن ترى أن الجلد لم يتم التعبير عنه بلون واحد ولكن بألوان مختلفة من الخشب لذلك من بعيد يبدو الأمر أشبه بدوء ساطع على جانب الأيصر من الوجه والظلال على جانب الأيمن ماذا عن هذا؟ ألم ترى مثل هذه الفسيفساء المصنوعة من قطع صغيرة على الأرض؟ أو على الجدران أثناء سيرك في الشارع؟ لا أعرف بالضبط أين التقطت هذه الصورة لكنها تبدو كأنها صورة للجدار أو أرض يوجد قلب في المنتصف وترتبط الخطوط المتعرجة حوله لإكمال النمط كيف تبدو صورة الفسيفساء هذه؟ لا يمكننا رؤية التفاصيل قريبة لكن يمكننا تحديد نوع المشهد أليس كذلك؟ على اليمين نرى طيورا جالسة على أخصان وعلى اليسار طيورا تطير بحرية هناك أيضا ضوء شمس يتم التعبير عنه في المنتصف إذا نظرت عن كسب إلى الخلفية يمكنك أن ترى أنها ليست مكونة من لون أزرق واحدة فحسب بل مجموعة متنوعة من البلواز حتى لو لم يكن المنظر طبيعيا بسيطا فإنه استخدم ألوان مختلفة في الخلفية يمكن أن يجعل العمل أكثر ثريا الآن رأينا ماذا يعني فسيفساء وما هي أنواع الفسيفساء الموجودة من الآن فصاعدا سأعرض لك صورا تعبر عن موضوعات مختلفة من خلال استخدام تقنية الفسيفساء هاتان الصورتان تعبران عن الزهور قد تبدو الصورة الموجودة على اليسار مظلمة قليلا لأنها معبر عنها بخلفية سوداء لكنها تجعل الأظهار في المنتصف بارزة جدا في الصورة الصحيحة تم التعبير عن زهرة عبادة الشمس كبيرة واحدة فقط لكنها عبرت عن ألوان مختلفة بحيث لا يكون لون زهرة عبادة الشمس والخلفية رتيبية أي غير ظاهرة جدا الصورة على اليسار تمثل الكواكب والمركبة الفضائية بخلفية الفضاء والصورة على اليانين تمثل فتاة تبتسم بشكل مشرق مع خلفية يوم مشمس هاتين الصورتان أيضا هما بسيطتان وليست معقدتين تقنية الفسيفساء نفسها ليست سهلة لذلك كلما كان الشكل أكثر تعقيدا كان من الصعب التعبير عنه لا بأس في التعبير عن النموذج ببساطة لذلك لا تعتقد أنه صعب للغاية في هاتين الصورتين القطة هي شخصية رئيسية تعبر الصورة على اليسار عن وجه قطة بارزة قليلا والصورة على اليمين تعبر عن قطة تحدق خلف العشب توجد حجارة جميلة أمام العشب وتجلس الضعصوقة على العشب وبعض النحل اللطيف يطير في السماء دعونا نلقي نظرة على هاتين الصورتين تظهر الصورة على اليسار دجاجة تأكل طعاما ويبدو أنها في الإطار ربما لأن حواف العمل الفني صفراء الصورة على اليمين تظهر بغبغاء على فرع يتم التعبير عن أوراق الموجودة في الخلفية بشكل غني ويتم التعبير عن ريش البغبغاء بشكل جميل بألوان ملونة ثاني الصورتان تمثلان منظرا رائعا للمحيط كلاهما يصور المحيط لكن الذي على اليسار يشعر بأنه أكثر نعومة بشكل عام والجانب الأيمن يشعر بأنه أقوى ألا تعتقد ذلك؟ إنه بسبب اختلاف اللون تستخدم الصورة الموجودة على اليسار ألوان أفتح بشكل أساسي من اللون الداكن وتستخدم الصورة الموجودة على اليمين بشكل أساسي ألوان زاهية ذات تشبع عال كلاهما يعجبني أي واحدة تفضل أكثر لا تتردد في اختيار الألوان والتعبير عنها لتناسب تفضيلاتك أنت هاتان العملان الفنيان أيضا بسيطان جدا وواضحان وجميلان في الصورة على اليسار تفاحة كبيرة بخلفية سوداء وعلى اليمين بالونات زات اللون المختلف مربوطة بشريط من الشريط ويتم التعبير عنها كما لو كانت تطفو في السماء كان من الصعب التعبير عن بالونات متعددة بدل من التعبير عن واحدة لكن هذا العمل الجاد كان يستحق العناء لإنشاء مثل هذه الصورة الرائعة ألا تعتقد ذلك أنت أيضا؟ هذه الأعمال الفنية من الفسيفساء لطالب المدرسة الابتدائية في كوريا تعبر الصورة ثاني الموجودة ثاني في الأعلى عن منظر الربيع تعبر الصورة الموجودة في أسفل اليسار عن سيارة بينما تعبر الصورة الموجودة في أسفل اليمين عن وجود أطفال يلعبون معا إذا كان طفلك صغيرا جدا فيمكنه التعبير عنه في شكل بسيط مثل هاتين الصورتين كان طفلك مراهقا وأظهر المسابرة والاهتمام فيمكنه التعبير عن مشهد مع بعض الخلفية مثل هذه لكن لا يوجد إجابة صحيحة يمكنها التعبير عن ما هم يريدونه يمكنهم التعبير عن فن التجريدي مثل هذا على سبيل المثال إذا نظرت عن كسب يمكنك أن ترى أن هناك أربعة أوراق عبر كل من الطلاب الأربعة عن جزء واحد وربطه مثل اللغز في النهاية قد تكون هذه فكرة جديدة أليس كذلك سيكون من الرائع أن تقوم أنت وطفلك وكل أطفالك بعمل واحد وربطها كلها مع بعضها البعض فلنبدأ النشاط الآن التعليمات هي كما في التالي اختر موضوع الذي يعجبك شيء يمكنك رؤيته بسهولة في الحياة اليومية مثل فاكهة سيارة أو حشرة أو حيوان أو شيء أو مشهد أو شخص ما بالنسبة للأشياء التي يمكن العصور عليها في الهواء الطلق يمكنك التقاط صورة لها أو العصور على صورة عبر الإنترنت إثنان أرسم الشيء الذي اخترته على قطعة من الورق فيمكنك ولكن لا عليك فقط أن ترسمها بل أيضا أن ترسم خلفية للصورة ثلاثة بعد الانتهاء من الرسم خذ بعض الأوراق الملونة وقم بتنزيقها أو قصها بالمقص ثم استخدم الغراء للتعبير عن الموضوع الذي اخترته لم يكن ذلك صعبا أليس كذلك؟ ذلك تعلمنا عن الفسيفساء اليوم إنها مجرد إحدى تقنيات التعبير الفني لذا فإنما تعبر به مهم هل يمكنك معرفة التشابه بين الصور التي عرضتها عليك سابقا؟ إنها كلها تتعلق بأشياء يمكننا رؤيتها بسهولة في حياتنا اليومية الزهور والفواكه الحيوانات والنباتات السيارات والناس وما إلى ذلك كلها أشياء نراها من حولنا كل يوم أهم شيء يجب استبعاده من موضوع اليوم هو أنه يمكنك إعادة النظر في حياتك اليومية العادية من خلال التعبير عن حياتك اليومية بطريقة جديدة للتعبير عنها من خلال الفن لأولئك منكم الذين شعروا أن الحياة اليومية هي عادية ومملة تستمروا في التكرار آمل بصدق أن يضيف فصل اليوم حيوية إلى حياتك اليومية المرهقة كما إنهاء فصل اليوم هنا أشكر الله على سماح لنا بالحضور إلى هذا الصف يرجى تطلع إلى الفصل التالي شكرا جزيلا على مشاركتك